ازدياد عدد القتل والجرحى في قطاع غزة بات يتصدر المشهد اليومي للحرب الدائرة هناك حيث وفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 124 فلسطينياً وإصابة 210 آخرين في هجمات إسرائيلية على القطاع وذلك خلال 24 ساعة فقط الوزارة أكدت في بيان الاثنين أن 30 534 فلسطينياً قتلوا وأصيب 71 920 آخرون بنيران إسرائيلية منذ بدي الحرب على قطاع غزة في 7 من 21 أكتوبر الماضي وأوضحت وزارة الصحة في غزة أنها رصدت نحو مليون إصابة بأمراض معدية دون أن تتوفر لديه الإمكانيات الطبية اللازمة لمعالجتها حيث اتهمت الجيج الإسرائيلي بالتسبب في انتشار الأوبية والأمراض المعدية من جهتها ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عدد القتلى من الأطفال ارتفع إلى 13 430 والنساء إلى 8900 منذ بداية القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بدورها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 364 من الكوادر الصحية قتلوا واعتقل مئتان وتسعة وستون آخرون بينهم مديرون مستشفيات خلال 150 يوما من الحرب ميدانيا أفادت وسائل إعلامية بمقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل يؤوي نازحين معظمهم من الأطفال وكبار السن في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مشيرة أن عدد من المصابين ما يزالون عالقين تحت الركام وفي جنوب القطاع أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية سقوط قتلى وجرح وعدد من المفقودين في قصف إسرائيلي لمنزل في خربة العدس شمال رفح في حين ذكرت مصادر أخرى مقتل شخص وجرح آخرين بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة القرارة في خان يونس أما في شمال القطاع فقد أفادت مصادر بمقتل وجرح عدة أشخاص بقصف إسرائيلي استهدف منزل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بالإضافة إلى شن غارة على منزل آخر في مخيم جبال شمال غزة